اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من اللمون. عايزين نخزنه في الفريزر متاح الفكرة. عايزين نحط ه في مية متاحة الفكرة. عايزين نعمله بخل ومية متاحة. افكار كتيرة متعددة متنوعة. وهنبدأ مع بعض الفكرة الاولى. وتعالوا مع بعض الفكرة الاولى ان شاء الله. وهنبدأ مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم. هنستعرض مع بعض الفكرة بازن الله تعالى. خطوطة بسيطة جدا وسهلة جدا. احنا زي ما قلنا في المقدمة. انا هنا هحفظ اللمون بطريقة سهلة عن طريق استخدام ورق الزبدة او الورق اللي بستخدمه في عمل العيش الحواشي. ميزة نوع الورق دوًا آآ سواء ورق الزبدة او الورق اللي بستخدمه في الحواشي ان بيمتصل الرتوبة من اللمونة بيحفظ لي عليها مع المتابعة المستمر. احنا هنا في ملاحظات هنقول او احنا بنخزن او بنحفظ اللمون. الملاحظات اللي احنا هنعملها التزامنا بها بإذن الله هيطلع لنا الطريقة على درجة عالية جدا من النجاح بإذن الله تعالى أنا هنا بستعرض شكل اللمونة أنا عملت التجربة سبتها أربع أو خمس أيام في درجة حارة الغرفة العادية حطتها في الورق وحطتها في شنطة بلاستيك بدرجة حارة الغرفة العادية بعد أربعة أيام فتحت على اللمونة اللي هي على ناحية المين أو الصورة رقم واحد زي ما احنا شايفين حجم اللمونة بإذن الله زي ما هو السوائل في اللمونة زي ما هي شكل الجلد بتعلمون واللون بتعلمون زي ما هو احنا مشينا بخطوات صحة بإذن الله فبإذن الله تعالى بتبقى النتيجة على أعلى درجة من الجودة الورق دون طبعا أنا زي ما بنقول بمتابعة مستمر أنا بتابع الخطوات باستمرار يعني أنا لو حطيته أربع طيام في التلاجة أو حطيته في درجة حارة الغرفة العادية اللي هنتكلم عنها إن شاء الله في الخطوات لازم اتبعها بمتابعة مستمر عشان تطلع عن النتيجة نكحة بإذن الله تعالوا مع بعض نشوف خطواتنا وتعالوا مع بعض الخطوات الجاية إن شاء الله ورجعنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم هنستعرض مع بعض في خطواتنا الأولى لحفظ اللمون أو تغزين اللمون نوعية الورق اللي أنا هستخدمه لحفظ اللمون هو ورق الزبدة أو الورق اللي بنستخدمه لعمل العيش الحوارش يبقى دي أول نقطة عندنا هنستخدم الورق ده النقطة المهمة والأساسية عندي إن اللمون زي ما بشريه بالضبط ما بيتم جغسله لأن لو ده غسل هيحصل في عملية الرتوبة وعملية الرتوبة دي هتبقى سهلة ندخل هوا والهوا ده نفسد لي صمارة اللمون لقدر الله يبقى احنا النقطة اللي عندنا الأولى إن أنا عندي ورق الزبدة أو الورق اللي يشي الحوارشي والنقطة المهمة جدا إن أنا ما بخسلش اللمون ببدأ أجهز الورق بقصه على حجم اللمونة سواء اللمونة كبيرة أو متوسطة أو صغيرة بخلي الورق كبير نوعا ما بحس إن أنا أبدأ ألف صمارة اللمون بالورقة كويس جدا جدا أنا الهدف عندي إن أنا ألفها بالورق ما يدخلش الهوا فميحصل ليش رتوبة للصمارة الرتوبة دي بتخليلي مع الوقت لو أنا حطها في كيس نيلون أو في شانطة في التلاج أو بدركة حرارة الغرفة اللي هنتكلم عليها في الخطوة الجاية ما تخليها ليش تتعرض إن هي يحصل لرتوبة الرتوبة دي تأدي لقدر الله العفل زي ما احنا شايفين أنا قطعت الورقة هوا على قد سمارة اللمون وزي ما قلنا كبيرة أو صغيرة أو متوسطة بحاول أخلي الورقة لما يجي لفها تبقى ملفوفة جيدا على سمارة اللمون احنا نلفها بقى بأي طريقة بترقى سهلة ممكن نلفها زي شكل البنبون ممكن نلفها نعمل أرطاص ونحط سمارة اللمون فيها بأي طريقة بسيطة ممكن أعملها زي الأرطاص ممكن ألفها زي الهدية أي طريقة بسيطة أنا عارفها الهدف من الطريقة اللي أنا هلف بيها سمارة اللمون ما يدخلهاش الهوا لو ده خلاها الهوا لقدر الله تحصل إنها يحصل لها تعرق ولو عرقت في الكيس نيلين أو الشانطة سواء في التلاجة أو درجة حرارة الوفة العادية لقدر الله هتفسد وببدأ أعمل زي ما احنا شايفين هنا عندي كل سمارة اللمون ببدأ بقى ألف كل سمارة اللمون على حسب حجمها أنا هنا عاملة أرطاص أنا بدي بس نموذج ممكن مرة أرطاص ممكن ألفها زي البنبوني ممكن مرة أعملها زي السر على حسب لفة اللي أنا عايزها لسمارة اللمون أهم حاجة عندي اللفة اللي أنا هعملها تكون محكمة على سمارة اللمون هنكمل بقى اللفة ونرجع مع بعض الخطوة الجاية وتعال مع بعض الخطوة الجاية إن شاء الله ورجعنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم احنا هنا خلصنا كمية اللمون لفينا كل كمية اللمون اللي عندنا وحطناها في شانطة بلاستيك أو في كيس نيل هنبدأ بقى نتكلم على تخزين اللمون بالطريقة اللي احنا عملناها أنا عندي طريقتين لتخزين اللمون بإذن الله أول طريقة عندي لو الجو برد بشيل اللمون في المطبخ بدرجة حرارة الجو العادية لو الجو حر ببدأ ألف اللمون في الشانطة كويس جدا وألفه زي السرة وأبدأ أشيله على رفء التلاجة إيبا احنا هنا عندنا طريقتين طريقة لو الجو برد بشيله بدرجة حرارة الجو عادية في المطبخ أو لو الجو حر ببدأ ألف كويس جدا وكيس زي السرة وببدأ أحطه في التلاجة على رفء التلاجة الخطوة ديا والطريقة ديا عايزة أن أنا أستخدم اللمون باستمرارية ما ينفعش أن أنا أعمل اللمون بالطريقة دي أو سواء أحطه في مية أو أحطه في الفريزر أو أحطه بخل كل الطرق اللي احنا استعرضناها وعملناها في القناة ما ينفعش ان انا اعمل اللمون واسيبه واركينه ومسلا اقول شهر شهر لا لو انا حطيته في مياه زي ما قلنا هيبدأ ياخد المياه تكتسب كل صفات اللمون وهيبقى يتخل لو انا حطيته في الفريزر زي ما احنا عارفين بعد شهر او اسبوعين او ثلاث اسابيع او اكتر او اقل هلاقيه يبتدى يبقى عامل زي المسلوب كل الطرق النكحة دي اللي احنا هنعملها اول اللي هيتم استحداثها ان شاء الله من قبل اخوة افاضل هيعملوها بعدين كل الطرق دي عايز ان انا بستخدم لمون بصفة يومية هنا براجع ليه طب نفترض ان انا جايبة لمون وهخليه مسلا اسبوع او اسبوعين في الحالة دي كل يومين ابدأ اراجع على اللمون افتح الكيس عندي وابدأ اشوف الورق اللي عندي سواء ورق الزبدة او الورق اللي احنا عاملينه ده ممكن الورق يحصل له رتوبة فالرتوبة تبدأ تتسرب لسمار اللمون لما تبدأ الرتوبة تتسرب لسمار اللمون اللي هيحصل ان اللمون هتبدأ لقدر الله يحصل له عفا لكن انا لو انا راجع عليها بقى لو لقيت مثلا احس ان الورقة اتبقى فيها رتوبة اتبلت اغير الورقة مش هيحصل فيها اي حاجة وبيدي كلها ان انا استمر في استخدام اللمون كل الطرق نكحة وكل الطرق بسيطة جدا انا مرة عملته بالستريتشو حطيته بالصطفة في التلاجة وقعد يجي ازبان وعملت فيديو عليه هو عندي البزور حطيت برضو البزور الافجاتو وحطتها شهرين او تلاتة وطلعتها التلات بفضل الله سبحانه وتعاله ما احتفظ بكل الخصائص بتاعتها زي ما احنا شايفين انا هنا حطيت اللمون زي ما قلت في اول الفيديو انا حطيته اربعة ايام او تلاتة ايام اه ادي الخصائص بتاعت سمرة اللمون اللي انا حطيتها لمدة اربعة ايام اللون ما تغيرش السيولة بتاعت سمرة اللمون انا اتعطاها بعد الفيديو ما تغيرتش خالص ما فيش اللون الاصفر بفضل الله سبحانه وتعالى زاه كل القيمة الغذائية بفضل الله سبحانه وتعالى لللمون متوفرة بخطوات بسطة جدا وسهلة جدا اقدر اخزن اللمون الطرق كتيرة جدا متعددة جدا بستخدم فيها الطريقة ان شاء الله اللي تنفعني وتبقى نجحة لحد ان شاء الله ما نتقابل في منتج جديد استوداكم الله لزلطة جيع وضيع والسلام وعليكم وحبت الله وبركاته